أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن العمل مستمر ولن يتوقف على كافة الأصعدة لاستكمال أي نواقص بما يفضي إلى جعل المنتج الحكومي وبخاصة الخدمي في أعلى مستوى وملبيا لأمال وتطلعات المواطنين ومحاققا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشدد سموه لدى استقباله بقصر الإقضابية لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة أن مملكة البحرين لديها من المقومات ما يجعلها وجهة للسياحة والاستثمار وفي مقدمة ذلك كوادرها البشرية المؤهلة وقاعدة التشريعات الاقتصادية المتينة التي تضمن الحماية وسبل النجاح للاستثمارات والتي عززت من جانب آخر ريادة البحرين وتنافسيتها الاقتصادية ويسبق ذلك كله الشعب البحريني وما يمتلكه من سجايا طيبة تتصدر مقومات الجذب السياحي والاستثماري في المملكة وقال سموه إن شعب البحرين يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل شعوب العالم تقديرا لما عرف عنه من انفتاح حضاري وتمسكه بقيم التعايش والتآخي مع كل الثقافة والشعوب وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الإقليمي حيث أكد سموه أن التحرك الجماعي الخليجي أصبح ضرورة وأن لا يستهان بأي أمر بالتطورات البالغة التعقيد في شقيها الأمني والاقتصادي ولا تقبل أي تراخ أو تساهل في التعامل معها